تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أخونا الظافر سأل في يقول في سورة إبراهيم ربنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يقول أول شيء هل يجوز له أن يدعو بهذا الدعاء الأمر الثاني المقصود بي أو ما معنى ومن ذريتي نعم هذا دعاء أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعاء عظيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي لكن قال ومن ذريتي لأن من ذريتي الظالم نفسه لما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين فقال ومن فأتى بمن ومن ذريتي لكن يدعو الإنسان بهذا الدعاء وأيضا يخص أولاده بأن يجعلهم الله تعالى من المقيمين للصلاة فيقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعل أولادي مقيم من المقيمين للصلاة ويدعو لهم الصلاح والهداية هذا المعنى يغفل عنه كثير من الناس تجد أنهم يجتهدون في أسباب هداية الدلالة والإرشاد لكن يغفلون عن الدعاء لأولادهم بهداية الإلهام والتوفيق ينبغي للأب والأم أن يدعو لأولادهم بهداية الإلهام والتوفيق أن الله يهديهم وأن الله تعالى يريهم الحق حقا ورزهم اتباعه والباطل الباطل ورزهم اجتنابه وأن يقر عينهم بصلاحهم وبرهم مع بذل أسباب أيضا هداية الدلالة والإرشاد والنصف والتوجيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر